نعم أعتقد أن حزب الله يحاول أن يعيد البناء وأعتقد أن إيران لم تستسلم بعد على أصولها الرئيسية في الإقليم يريدون أن يعيدوا تجميع أنفسهم في سوريا ويقوموا بإعادة تجنيد وتسليح هذه العملية في لبنان هناك عملية تدعى بعملية الحرية في سوريا وقاموا بقصف رؤساء الدعم والإصناد اللوجستي لحزب الله في سوريا في دمشق حتى لديهم استخبارات أنا متأكد من وجود استخبارات دقيقة لديهم هم يشعرون بالاستعداد بأنهم قادرين على اغتيال هؤلاء الأشخاص الأمور تتعقد أكثر ولكن إذا كان لهؤلاء الأشخاص انتشارا في سوريا ستكون أصعب على الإسرائيليين يمكن أن يقوموا بإغتيالهم عندما يعودوا إلى لبنان وأنا متأكد من أن إيران تحاول أن تتخذ خطوات التي تضمد هذه الجراح وتلملم هذه القوة وهم يستثمرون في حزب الله من 1982 وهذا إهانة وصعب على الإيرانيين أن يبتلعوها